دلوقتي أعنسي بحضركم مع مجزل أهم الأنباء بصحب الزمن التالة محبين لم يهد شكرا مصطفى التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جلينتش مجزل الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات وأضف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الأسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتة الجديدة وتشكى والشرق العوينات وقال الرئيس السيسي أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة مشيرا إلى أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة وأنها لم تشهد في السابق أي تنمية عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس عشر لمناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني هذا وقرر مجلس الأمناء استكمال المناقشات الأسبوع المقبل للإعلان عن الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني وبحث المجلس الأسماء المرشحة والمطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة في ضوء ترشيحات مقرر اللجان والمحاور والأحزاب السياسية شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن حل النزاع الدائر في الأراضي الأوكرانية يتطلب حتما تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي ضمانات مماثلة لروسيا فمسألة تأتي لاحقا وقال بوريل أن الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية موضحا أن هذا الأمر يتطلب سداد موسكو تعوضات مالية والبث قضائيا في جرائم الحرب وانسحاب القوات الروسية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويأتي موقف بوريل إثر تصريحات أدل بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران تحدث فيها عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لموسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد تعرضت لهجمات نفذة طائرة مسيرة أوكرانية وأوضح توزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الروسي مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الطائرات المسيرة إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين لما تسبب بانفجارات وأضرار طفيفة بطائرتين أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا النووية لأي طرف ثالث وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أنه لا يمكن الحديث عن إخراج محطة زابوريجيا النووية من السيطرة الروسية لأنها على أرض أصبحت روسية وأضافت أن روسيا هي الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية أعلنت الأمم المتحدة وجود أدلة على استخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيميائية في الفترة التي سيطر فيها على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق وأوضح تقرير لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أن تنظيم داعش قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصناع تأهل المنتخب البرازيلي للدور الربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه الكبير على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور السادس عشر وسجل ربعية البرازيل كل من جونيور ونيمار وريتشالسون وباكيتا فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق سوينجهو بهذه النتيجة حسن مراقص السامبا تأهلهم للدور المقبل ليدربوا موعدا مع كرواتيا التي تأهلت بعد الفوز على اليابان بركلة الترجيح نهاية مجزء التساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل